مشاهدينا متابعة تلفزيون يوم السابع في كل مكان أهلا بحضراتكم بيعتبر محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية والتسعى مصر للتوسع في إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الزاتي من السكر والحد من الاستراج لذلك شاهد مصنع الدلتر السكر بمحافظة كفر الشيخ بداية استرامه لمحصول بنجر السكر من المزارعين بموسم 2023 وفق جداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافظ للمزارعين تنفيذاً لتكلفات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع للسرع الحقيقة إن الدولة بتسعى بكل قوة لدعم المزارعين لزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية لشان كده هنلاقي التوجيهات بتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي وتسليل أي عقبات يواجه عمليات التوريد طوال فترة الموسم الخام خاصة إن إنتاج السكر المحلي من البنجر والأصب هيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلع استراتيجية زي السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافس المجامعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة خليني أقول لحضراتكم إن خطوط الإنتاج بمصانع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ منتظمة في العمل بالورديات التلاتي بدءا من استلام البنجر على الموازين مرورا معمل الاستقبال أفران الجير عمبر الغسيل غرفة التحكم الآلي وحتى نهاية العمليات الصناعية بعمبر تعبئة السكر أيضا مصانع شركة الدلتا للسكر بتسهير وفق أحدث آليات العمل بدءا من بوابات تقيم، إجراءات السلامة والصحة المهنية، أعمال موازين البنجر، آليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكتروني والعمل بالباركوت خلال استلام محصول البنجر من وزارعين لضمام الشفافية في الأوزان ومنعا لأي تلاعب وزارة تموين وضحت ارتفاع معدل توريد محصول البنجر لمصنع الدلتا بكفر الشيخ إلى ما يقرب من أربعين ألف طن لإنتاج السكر حتى الآن ومن المتوقع زيادة هذه الكميات إلى مئة ألف طن بنهاية الأسبوع الحالي كمان شركة الدلتا للسكر تعقدت على مية وداشر ألف فدان بنجر سكر خلال موسم التوريد الحالي تلك المساحة بتنتج 2.4 مليون طن بنجر يتم منها إنتاج 325 ألف طن سكر من البنجر منهم 20 ألف طن سكر مكعبات والباقي سكر كريستال بيتم توريده لصالح منظومة السرعة التموينية أجدا حابب أوضح لخضراتكم شركة الدلتا للسكر عندها خطين إنتاج خطين إنتاج في المصنع بطاقة إنتاجية إجنالية بتصل إلى 23 ألف طن يوميا مقسمة إلى 11 ألف طن للخط الأول و 12 ألف طن للخط التالي إن شاء الله يكون محصول خير على المزارعين لأنه زي ما وضحنا لحضراتكم إنه مخزون استراتيجي لسلعة استراتيجية زي السكر هيساعد في توفير احتياجات البلاد لفترات طويلة نشكركم على طيب المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء